اهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجنا آية في حكاية النهاردة هتكلم معاكم في آية جميلة جات في سفر التكوين إصحاح 38 عدد 26 الآية ديت قالها يهوزة ابن من أولادي عقوب وقال هي أبر مني وكان بيحكي على مرات ابنه سامار اللي جوزت ابنه وما جابتش أولاد فجوزها التاني ومات بدون ما يجوب منها أولاد فجوزها ابنه التاني فبرضه ما جاش منه أولاد فخافي جوزها ابنه التالت وحصلت قصة أنه لما هو اتأخر في تنفيذ وعده أنه يجوزها ابنه حسب عادة الوقت دوت في كنعان فهي لبسه قعدت على الطريق لما عرفت أنه هي عدي من المكان دوت فهو دخل عليها وبعدين هي حملت منه فلما هو عرف قرر أنه هو قال لازم أنها تموت حسب شريعة العهد الأديم فهي أظهرت علامة اللي هو كانت واخدة منه العصاية بتاعته والعصابة اللي بيحطاها على رأسه وأثبتت له أن هي منه فرد يهوزة وقال هي أبر مني أنا بصراحة أكلمكم النهاردة عن هي أبر مني عن خطية الإدانة إحنا في وقت كتير كلنا بنقع في موضوع الإدانة والقديس يحنى الدرج يقول أن الشياطين تحسنا أن نخطئ فإن لم نوطعها حستنا أن دين من أخطئ وأسباب الإدانة ممكن تبقى قلة محبة أحيانا تكون قلة معرفة أول واحد فينا بينسى خطياها الخاصة يعني أمر الإدانة ده المفروض أنه متروك لله وحده عشان كده الكديس بولس الرسول يقول لا تحكمه في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي ينير خفايا الظلام ويظهر قراء القلوب ربنا يسوع المسيح نفسه في قصة المرأة اللي أمسكت في زاية الفعل قال لا إذهبي أنا أيضا لا أدينك رغم أنه من حقه أنه يدين ودينونته حقه وعدل قديس يحنى السنائي يقول في مرة زاره أخ وبعدين سأل عن أحوال هذا الأخ فاللي كان بيزوره قال له أخبار مش حلوة فقال أف فلما قال الكلمة دية حلم في حلم أنه وقف قدام الجلجوسة وشاف المسيح على الصليب فجه يتقدم فالمسيح شاور لملاك من الملايكة اللي وقفين حوالين الصليب قال له ما يجيش ما يتقدمش فبكى القديس يحنى السنائي وحاول أنه يهرب من الموقف الرهيب دوت فانقطعت سيابه فيقول القديس يحنى السنائي أنه بعدها طلع قاعد حوالي سبع سنين في البرية يبكي على خطية الإدانة لأنه قال أف وأن الهدوم اللي اتقطعت دي ستر الله علينا لحد ما بعد سبع سنين من الجهاد شاف تاني ربنا بيعطيه سوب جديد واعتبر أن كده قال الله سمحه وغفر لي خطية الإدانة صعبة لدرجة أن القديس يحنى الدرج يقول أن اللي بيدين أخوه هيسقط في نفس الخطية اللي دان عليها أخو والكتاب يقول بالكيل اللي زبيه تكلوني وكان لكم ويزداد هقول لكم أربع كلمات يساعدونا لو سمعنا أخبار تساعدنا أن احنا أو توقعنا في خطية الإدانة حد يحكي لك قصة عن حد أول حاجة أقول له أكيد ما يقصدش وإن أكد لك أنه يقصد رد عليه وقول له كلنا بشر وبنغلط وإن قال لك أن غلطه ده سبب مصيبة قل له كله للخير والله قادر أنه يحول كل الشر الخير ولو سمم أكتر من كده إحنا أيضا غير كاملين نتذكر ضعفنا لا تدينه لكي لا تدانه وافتكروا الكلمة اللي قالها يهوزا هي أبر مني لربنا المجد دائما أبديا أمين